يواصل التضخم انخفاضه في أوروبا بسبب استقرار أسعار الطاقة وبلغ معدل التضخم في أوروبا نسبة 6.9% في مارس الماضي مع تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما زال التضخم يلتهم الأجور في أوروبا على الرغم من انخفاضه بسبب تراجع طفيف لأسعار الطاقة عن المستويات المرتفعة التي واصلت إليها قبل عام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا معدل التضخم في أوروبا بلغ نحو 6.9% في مارس الماضي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السنع وتسارع زيادتها بالنسبة للمواد الغذائية وفي منطقة اليورو انخفض التضخم السنوي في مارس الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسبة أكبر مما كان يتوقعه خبراء استطعت أراءهم وكالة فاكت سيت وبلومبرج وقدروا ذلك ب7.1% في المتوسط بعد 8.5% في فبراير في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يواصل رفع أسعار الفائدة بسبب معركته لإعادة التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2% ويكمن الخطر في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد بقوة مع الحد من الإقراض وإلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس البنك الأمريكي SVB وإنقاذ كريدي سويس كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يوليو ولا ينوي التوقف عند هذا الحد على الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي أثرت على القطاع المصرفي وتوقعات النمو الضعيفة جدا لهذا العام